دائما يستطيع البسطاء صناعة أجواء خاصة تنسيهم معاناة الحياة ومصاعبها لا سيما في المناسبات والأعياد أهالي منطقة الشواكة في جانب الكرخ في بغداد ووجدوا في قدوم شهر رمضان المبارك فرصة لإظهار ما يملكونه من روح التعاون والعمل الجماعي للاحتفال بقدوم الشهر الفضيل بادروا الشباب بالمنطقة والأهالي البيوتا بين العكسون في منظر عن منطقتهم أول شي كانوا يمسوين حديقة على الشارع وكانوا مبادرين يمسوين على الشارع فصارت الشغلات تجولوا لهنا نسوها يعني تبرعوا بالشباب وأنا وياهم ومساعدة الجيران نباتات الزين والنجوم والأهل المضيئة حولت المنطقة إلى مزار للشباب يلتقطون فيها الصور لجمالها حتى أن بعض سكان المناطق المجاورة باتوا يزورون الشواكة للاستمتاع بالنظافة والجمال والأجواء الرمضانية نحن يعني هزائي من جبن الخاص لا من حكومة ولا من عبد نتمنى من أمين بغداد يخطون نفس الخطوات مناطق بغداد وهال القديمة وهال منطقة الشواكة كل منطقة يعني عيدون أجواء رمضانية القديمة حبون يعيدوها ونتمنى بكل مناطق بغداد يخطون هال الخطوات وبالطبع فإن أجواء رمضان لا تقتصر على تعليق الزينة وتنظيف الشوارع فكل ذلك يعد عكاسا لأجواء دينية واجتماعية تتجلى أكثر في المناطق الفقيرة حيث العلاقات الاجتماعية الوثيقة بين الناس رغم مصاعب الحياة أجواء بغدادية رمضانية صنعت من منطقة الشواكة القديمة مزارا يعيد ذكريات الثقافة والتراث البغدادي المرتبط بشهر رمضان المبارك ويكشف عن عمق العلاقات الاجتماعية بين سكان المنطقة الواحدة